بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السؤال وردني عن الفرق بين الروح والنفس الحقيقة كثير من الناس يخلط بين حقيقة الروح وحقيقة النفس مع العلم أن الشيئين مختلفين اختلافا جذريا النفس أيها الأحبة أمارة بالسوء كما في القرآن العظيم النفس يمكن أن توسوس لك أن تفعل الشر النفس قد تكون لوامة النفس قد تقودك إلى جهنم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم هذا الكلام سوف يقال لكل كافر يوم القيامة من قبل الشيطان فلا تلوموني ولوموا أنفسكم عندما يتبرأ الشيطان ممن وسوس إليهم يقول لهم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم إذن النفس هي التي ستلام يوم القيامة ولكن بنفس الوقت هناك نفس مطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إذن أيها الأحبة النفس تأمر بالشر أو بالخير النفس قد تقودك إلى الجنة أو إلى النار ولا ياذ بالله النفس قد تردك المهالك إذن الذي يتحكم بسمعك وبصرك ودماغك وفؤادك وحركاتك هي النفس هي التي تقول لك اذهب باتجاه الخير أو تقول لك اذهب باتجاه الشر هي التي تقول لك اصبر إن وعض الله حق اصبر عسى أن يكرمك الله في الدنيا وفي الآخرة وهي التي قد تقودك للغضب لقتل الناس الروح أيها الأحبة مفهوم مختلف كليا جذريا ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالنفس دائما ذكر الروح في القرآن يأتي مع الأشياء العالية ليس هناك روح شريرة أولا كما في بعض الكتب المقدسة المحرفة ليس هناك روح خبيثة كما نعتقد ليس هناك أرواح شريرة كله كلام هذا عبارة عن أساطير الروح هي من أمر الله رقم واحد ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر يقال إن الروح هو ملك ويقال هو القرآن لأن الله تعالى يقول وكذلك الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا سبحان الله الروح أيها الأحبة شيء مقدس شيء من صفات الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ونفخت فيه من روحي من روح الله فقعوا له ساجدين فالروح هي من خصائص الله عز وجل وهي من أسرار هذا الإله العظيم أكرم الله البشر بأن نفخ في أبيهم آدم من روحه عز وجل سيدنا المسيح أيضا هو من روح الله عليه السلام إذن يمكن أن نقول أيها الأحبة لو أن سيدنا آدم لم تنفخ فيه الروح هل يصبح بشرا هل يصبح إنسانا لا مراحل الخلق تقول لك خالق بشرا من طين إذن مرحلة الأولى هي الطين وبالفعل علميا ثبت أن مادة المادة التي صنع منها جسم الإنسان كل الظرات كل الظرات التي هي في جسم الإنسان نجدها في تراب الأرض في صخور الأرض من مكونات الأرض إذن المرحلة الأولى هي الطين المرحلة الثانية هي التسوية ثم سواه ثم سواه ما معنى سواه؟ يعني أعطاه الشكل السوي الحسن الذي يحقق الغاية التي خلقه من أجلها لذلك أيها الأحبة أنظر إلى كل الكائنات الحية كلها متقنة الله سبحانه وتعالى يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء كلها متقنة ولكن أحسن تقويم يمكن أن نجده في الإنسان الانتصاب ميزة الانتصاب لا نجدها في كل الحيوانات حتى في القروض لا يوجد قرد يمشي هكذا ميزة التحكم قبضة اليد ميزة الحركات التي يحققها جسم الإنسيابية التي يتمتع بها الإنسان لا توجد في أي مخلوق آخر على فكرة في أي كائن آخر من الكائنات الحية لذلك الله أعطاك هذا الشكل الحسن ولكن حتى الآن صناعة من طين شكلك بالطريقة التي أرادها الله وأكرمك بها ولكن أنت ليس لك أي قيمة لماذا؟ لأنه لا يوجد برنامج للتشغيل أنت بالفعل لديك خلايا لديك قلب لديك أعضاء ولكن لا يوجد نظام عمل نظام تشغيل فنفخ الله الروح في سيدنا آدم هذه الروح هي التي جعلت هذا الجسد يعمل جعلت الدماغ يعمل مليارات الخلايا العصبية تعمل جعلت ملايين الخلايا في القلب في الكبد في الجهاز الهضمي والعظمي كلها تعمل ككتلة واحدة بنظام محدد إذن الروح أيها الأحبة بمجرد بمجرد أن تنزع الروح من الجسد الجسد يتحول إلى ماذا أحبتي في الله؟ إلى ما يشبه التراب ليس له أي قيمة فقط هناك أعضاء مثل القلب فيها نظام تشغيل ذاتي يعني فيها روح ذاتية نظام تشغيل ذاتي يمكن إذا استطعنا إنقاذ قلب إنسان وضعناه في إنسان آخر يعمل وهكذا بقية الأعضاء ولكن الموت يعني خروج النفس وخروج الروح النفس قد تخرج أيها الأحبة أثناء النوم ولكن يبقى الإنسان يعمل يبقى حيا قد يصاب الإنسان بغيبوبة عندما يعطى حقنة من المخدر من أجل عملية جراحية النفس تغادر وأثبت العلماء أن نفس الإنسان تغادر وترى الأطباء وهم يجرون له العملية ولكن هذه النفس لا تغادر بشكل نهائي إلا عندما تذوق الموت لذلك الله تبارك وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ولكن الروح لا تموت لأنها من أمر الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إذن خلاصة هذا السؤال أيها الأحبة أن النفس كائن مادي موجود نحن لا نراه ولكن نتائجه موجودة نستطيع أن نشعر به من خلال قدرتنا على اتخاذ القرار أنت تستطيع أن تتخذ قرار باتجاه شرب الخمر أو باتجاه الصلاة مثلا باتجاه أن تنظر إلى الفاحشة أو أن تجلس وتقرأ القرآن قدرتك على اتخاذ القرار هي دليل على وجود النفس ولكن دقات قلبك دليل على وجود الروح مئة مليار خلية في دماغك تعمل دليل على وجود الروح النفس لا تتدخلون لأن النفس لو تدخلت ربما أفسدت عمل هذه الخلايا وسيموت الإنسان إذن أيها الأحبة الروح هي برنامج التشغيل وهي شيء مقدس طاهر من أمر الله سبحانه وتعالى النفس يمكن أن تكون خبيثة أو تكون طيبة ومطمئنة وأخيرا أيها الأحبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته